شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني من منتدى شباب العالم في مدينة السلام شرم الشيخ وفي كلماته أكد رئيس السيسي أن مصر تسعى من خلال استراتيجيتها لحقوق الإنسان لتطبيق مفهوم هذه الحقوق بالمعنى الشامل بما يشمله ذلك من توفير حياة كريمة للمواطن رغم التحديات الراهنة وأهمها جائحة كورونا